ضيف الصباح اليوم سيد خليل بن عزوت وهو مكلف بالاتصال والإعلام بالمؤسسة الاقتصادية لنقل المسافرين وصد صباح الخير سيد خليل وشكرا على قبولك الاستضافة العافظة صباح الخير نشكركم على الدعوة مرحبا شكرا جزيلا نحيي من خلالك كل المشاهدين مرحبا سيد خليل في البداية لو نعرف المشاهد بهذه المؤسسة ذات الطابعة الاقتصادي التي تتكفل بنقل المسافرين سيد الكريم هو المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين يعني ما كاش اللي ما يعرفهاش فقط ربما تغير الاسم اللي كانت هي المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين السن تيفي مكري كم احنا نقوله كانت معروفة بالكارل الحمراء يعني هي من بين مؤسسات اللي كانت تصنع أو تمثل مجد المؤسسات الاقتصادية في الجزائر يعني ما الجزائر المستقلة يعني بعد الاستقلال كانت من المؤسسات اللولة اللي اعتمدت عليهم الجزائر في صناعة الاقتصاد التحق خاصة في مجال النقل هذا قبل يعني ما تتعرض لعدة عوامل خلها يعني في شبه انهيار حيث تم حلها في 2010 لتعود من جديد بقرة من مجلس المساهمات تعود من جديد للنشاط في 2012 تحت اسم المؤسسة الوموية الاقتصادية لنقل المسافرين الوسط أو ما يعرف بأبيوتي في سي المؤسسة هذه جات بالجديد جات بتكنولوجيات عالية حاجة بوجه يعني يعني يمثل الجزائر الجديدة يعني بشوية بدأت تطور وانا وصلنا حتى باش نقدروا نديروا مثلا للحافلة الذكية اللي ربما بزاف مواطنين معلومة هونش بها وتضمن لحد الآن عدة نقاط من الوطن جنوبا شرقا وغربا حتى الحدود يعني المناطق الثالث اللي ذكرتها ما هي اهم الخطوط التي تضمنها أنت تتحدث عن نقل المسافرين في كانت في الظروف العادية ربما قبل أن نتحدث عن ما جند في هذا الظرف الاستثناء وفي هذا الظرف الراهن هي المؤسسة مؤسسة تيفيسيت تضمن حوالي ستين خط ستين خط يعني كما أقول لك عندنا جنوب شرق وشمال أربما استسمى كلمة الوسط يعني هي ما فقط الوسط لا يعني الوسط لأنها المؤسسة الأم اللي تقح في الوسط وهناك ثلث مؤسسات أو هي العائلة فيها ثلث أفراد مثلا كم ما نقوله كان وحدة تيفيو اللي جاية في ورن في الغرب وكان تيفيو اللي جاية في الشرق وتيفيسي سونتر يعني ثلاث مؤسسات هي ثلاث مؤسسات المؤسسة الأم هي تيفيسي ظرف استثنائي تعيشه تقريبا كل المؤسسات يعني دون استثناء نحن نتكيف وجل هذه المؤسسات تكيفت مع هذا الظرف الاستثنائي كيف تكيفت مؤسستكم مع هذا الظرف الاستثناء وهذا الظرف الرحي والله منذ البداية نحن الظرف الاستثنائي هذا وكأننا كنا مستعدين منذ البداية أكيد كان فيها فرض الحجر الصحيح على العمل وإن المؤسسة صرحت إدارة المؤسسة صرحت حوالي بثمانين بالمئة من العمال لمدة تقارب ثلاث أشهر قبل عودتهم مؤخرا وسئنا في العمل على مساوى الإدارة إدارة المؤسسة تبقى يعني المؤسسة كملت في الخدماتها لكن مش هي عبر الخطوط الطويلة مع الموسافرين مع المواطنين بالعكس كملت ساهمت في مجابة الجائحة بنقل الأطباء التوقيم الطبية بنقل حتى العمال حمال الولايات وهناك أيضا بعض الاتفاقيات مع بعض القطاعات مثل آخر اتفاقية كانت مع إدارة السجون مع اللجنة الاجتماعية التابعة لإدارة السجون سنتحدث عن ضمان هذه الخطوط وكيف تضمنون هذه الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسة لأن المسألة هي مسألة تنسيق ومسألة عمل تشاركي يتم على أكبر مستوى بين هذه المؤسسات أدعوك وأدعو كل المشاهدين لمتابعة موضوع فاطمة زهرة بن فرجلة تضعنا في قلب ما تقوم به هذه المؤسسة من تجنيد في مجال التعقيم وتطهير هذه الحافلات التي تضمن تنقل الأطقم الطبية وغيرهم أيضا عمال هذه المؤسسات التي دخلت في شاركة مع المؤسسة المؤسسة الاقتصادية لنقل المسافرين الوسط بعد كل عملية نقل للمواطنين للحجر الصحي إلى الفنادق وكذا نقل عمال الصحة تخضع حافلات المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين وسط لعملية تعقيم دقيقة نقوم بعملية مراقبة الحافلة مراقبة تقنية ومن بعد أن نجبوها لهذه المحطة هي محطة تنظيف يقوم عمل نظافة الحافلة داخليا وخارجيا وفي ذلك نقوم بعملية التعقيم في هذه الورشة يتم صيانة الحافلات التي هي في الخدمة لا سيما التي تنقل المواطنين المانيين بالحجر الصحي إلى مختلف الولايات نحن كانوا الحافلات مشغولين رايحين جايين رايحين جايين مع الحجر الصحي وتعالى أخر كي يدخلوا يعود دولهم كلش نحن نقوم بمواكبة هذا الوباء بما أتيح المؤسسة من كانيات نحن نعقم الوسائل النقل التي تشتغل مع الولايات ولا مع قطاع الصحة يوميا هي إجراءة وقعية تحرص على تطبيقها المؤسسة الوطنية للنقل المسافرين وسط لضمان ديمومة تقديم أحسن الخدمات في مجال النقل البرية واليوم الأولوية من أجل ضمان الخدمة ضمان خدمة بمعايير صحية بمعايير سلامة تستجيب لما يخطط على أكبر مستوى من أجل توفير الراحة وتوفير الصحة خاصة للأطقم الطبية أو للعمال الذين يسارون على مستوى مؤسساتهم كنت رحبت بسيد خليل عزوث وذكر هو مكلب بالاتصال والإعلام بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط أسألك الآن عن عملية هذه التطهير والتعقيم هل تتم بصورة مستقلة هل أنتم تشرفون على عملية التعقيم والتطهير أو يتم الاتصال بشركاء آخرين يساهمون معكم في هذا العمل لا نحن عندنا فريق يقوم بهذا المهمة من بين بعض من أعضاء الفريق ربما هنا متوجدين اليوم في التلفزيون في عملية تعقيم بعض الأجناء حتى التلفزيون الجزائري إن شاء الله هذه اللي أنكم دعوتونا وتقاليد مؤسسة تيفي سي من تقاليد المجتمع الجزائري من جوش يدينا فرغين أنتم الآن بصدر التعقيم وتطهير بالنسبة للعملية اللي نقوم بها عملية التعقيم هي أولا عندنا مؤسسة وطنية عمومية أيضا اللي نشريه من عندها المادة المعقمة يعني حتى بالنسبة للتعاون يعني ما بين المؤسسات بيننا وبين المؤسسات الأخرى فيما يخص عملية تنظيفها عندنا فقط يعني كما قلت لك المادة ببارك يعني اللي نشريها من عند المؤسسة صوف يعني بالنسبة للأخرى عملية تقيمتكم بها فرق معينة من طرف الإدارة في قلب المؤسسة يعني هذا الفرق هذه تعمل بصفة دورية يعني الأصول عندما يعود إلى الحاضرة يروح للصيانة قبل جزء للصيانة من الصيانة يفوت للتنظيف وهذا كانت منذ نشأة المؤسسة فقط هذا المرة زدنا لعملية التعقيم اللي أوتوماتيكيين تتعقم يوميا بعد عودة الأصول للمؤسسة بعد نقل العمال والأدقم الطبيع أنت تتحدث عن الأصول وتقصد به الحضيرة تدعمت حضيرتكم بالعديد من المركبات والهافلات نعم بالنسبة للحافلات التي تضمن الخطوط الطويلة حوالي مئة حافلة مئة حافلة الجزء الكبير منها هي الحافلات الذكية يعني المعرفة بالحافلات الذكية نعرف أن التنقل لهذه الخطوط الطويلة تعرقل نوعا ما النشاط والوظيفة جمدت حتى إشعار آخر وظيفة نقل المسافرين للمناطق نعرف الآن هذه الظروف التي نعيشها كباقي دول العالم بما فيها ظروف الحجر ومنع تنقل المسافرين لهذه المسافات الطويلة كيف يتم التعامل مع هذا الملف لا أقل أعني مثلا لعمال هؤلاء العالقين الآن في ولايتهم ومرتبطين بالمؤسسة والله بالنسبة لهو موضوع صحيح موضوع نوعا ما شائك ولكن نحاوله نحن الحمد لله الدول الجزائرية قامت بإجلاء الجزائريين يعني العالقين في الخارج نحن بالنسبة لنا كمؤسسة جزائرية نحن بالنسبة لنا أي عالق في ولاية من ولايات لا نقدر نقولها عالق لأنه في بلاده يعني لا خوف عليه لا خوف عليه واحد يسكن في شلف وروعه عالق في بشهر في بشهر منظر شاني راح الناس تتركه ولانه راح يضيع راح في بلاده وهذاك هو الأهم يعني من هذا المنبر طمعا يعني يعني للمسافرين أو الزبائن تاوعنا في كل ولايات أنه إذا أعرضنا هذا الشيء اللي حبيتهم نقوله إذا أعرضنا أن نسرع في واترة العودة يعني للنشاط كان شيء واحد هو نحمي نفسي قبل نكون واعي بالشيء اللي راني يعيش فيه الوباء هذا نعفو بلي ضر نعفو بلي نقدر أن ننضر حتى ولو هذه وشنو هذه كمامة بسيطة يعني هذا الكمامة قادرة تنقض حياته هذا الكمامة قادرة تسرع لك في الواترة قادرة تسرع لك في استئناف النشاط تاعك فقط يعني أحمي نفسك أحمي الآخر حتى ولو أنا ما نحبش نستعملها لكن احتيارا من الآخر نستعملها احتيارا من الآخر حفاظنا لا سرمت الآخر نستعملها هذا يعني شيء نتمنى أن تكون ثقافة وممارسة يومية كما تعودنا مثلا الآن في حياتنا اليومية على الهاتف المحمول عفوا أن يكون معنا يجب أن نتعود على القناع الواقي أن يكون معنا من أجل أن نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين ونحن نرد دائما هذا الشعار وننادي دائما إلى أن ننخريط جميعا في عمل توعوي وتحسيسي من أجل حد من تفشي هذا الوباء عود إلى نشاط هذه المؤسسة تضمنون النقل الأطقوم الطبية العمال كيف تتم وثيرة النقل بصورة يومية كيف تحافظون على هذه الخصوصية يعني خصوصية الدائمومة دائمومة الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسستك يعني بالنسبة نحن هناك فيه اتفاقيا بيننا وبين ولاية العاصمة وبيننا وبين القطاع الصحي في العاصمة أكيد فيها برنامج برنامج وين الأطباء دائما في حركة مستعمرة يعني سواء من المقارات إقامتهم للمقار لعملتهم أو العكس يعني يوميا فيها نقل الأطباء إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى لهذا الوباء هل أطقم الطبيعي يعني مسوى كل المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة تضمنها المؤسسة على معظمها يعني خارج العاصمة ليس لكم نشاط يعني أنا أقصد مثلا في الولايات الداخلية القريبة من جزائر العاصمة عندنا بومردس عندنا تيبازا وخاصة فيما يخص نقل المسرحين من الحجر الصحي المواطنين الذين كانوا موزعين عبر مختلف الفنادق في ولاية بومردس في تيبازا وعلى العاصمة أنتم ضمنتم أيضا نقلهم إلى ولايتهم ضمننا نقلهم إلى عائلتهم من العاصمة من بومردس ومن تيبازا إلى غاية مقرات سكنهم يعني حتى ولو مرة حدث أنه وحدة فتاة من إليزي وحدها رحت وحدها الإليزي فتاة كانت تم تسرحها من الحجر الصحي في أحد الفنادق يعني نقلوها بالحافلة حتى الإليزي وحدها هذه حتى ميزة الحجر ربما يدعونا للحديث عن هذا البعد الاجتماعي والإنساني يعني للجائحة التي ألقت بظلالها على العالم ككل والجزائر واحدة من هذه البلدان ولكن لا أقول نعاني لأن هذا البعد الإنساني ظهر وبرز من هكذا مواقف مواقف أولا إجلاء العالقين خارج الوطن ومن ثم توفير هذه المؤسسات الفندقية لضمان الحجر ومن ثم توصيلهم العائلات هم الماليهم في كل الولايات دون عوائق دون عوائق ومعما حتى وش نقول لك كينا ربما كما نعود نذكر وش قلت المقبل العائق الواحد يعني هو هو عدم التزام فقط للمواطن بإجراءات بإجراءات الاحترازية يعني على الأقل حتى يحمي نفسه هذا هو العائق يعني كينا بعض الصحفيين ولا بعض الإعلاميين ولا بعض القنوات الإعلامية يسألوني على الخسائر يقول لك لكم خسرتوا يعني ربما كثير يعني في الآخر في الفترة في هذه الجائحة هذه الجائحة أنا من خلال هذا المنبر ونقول لهم كل شيء هنا في سبيل صحة المواطن صحيح صحيح لا ننظر إلى هذه الأثار الاقتصادية التي خلفتها الجائحة بقدر ما ننظر إلى الأثار الصحية نجم كامل تتكاثف الجوتانات يعني محاربة الجائحة للمكافحة الجائحة للحد من انتشار الوباء للأسف نحن نرى نشاهده ما يقارب بالخمسمائة يعني حالة يعني في يوميا خلال الأيام الأخيرة يعني شيء ربما هذا يحكس ربما عدم وعي بعض المواطنين بمدى خطورة الوباء هذا هو العائق يعني لأننا نعيشوه لكن بالنسبة للعمل ما كان حتى عيق الحمد لله يا رب العالمين نحن متحكمين في الوضع كما قلت لك الحمد لله يا رب العالمين نحن حتى بيش تعرف بدي ما عندناش حالة وسط يعني حالة مصابة بالكورونا وسط العمال هذا كيف أشك يعني قيمة مضافة لاستمرارية الخدمة قيمة مضافة لاستمرارية الخدمة لكن هذا يعني لأنهم متحكمين في الوضع من جهة من جهة التحقيم من جهة أدوات النظافة من جهة يعني كل إجراءة الاحترازية اتخذناها في المؤسسة داخل المؤسسة وحتى خارج المؤسسة ما نسلنا نتعمل معها يعني أنتم تضمنون الآن بحد أدنى يعني الخدمة الخدمة بعدما سرحتهم خمسين بالمائة من العمال لا وهكذا كل العمال يعني كما نقول نحن مثلا نستعمل حوالي ثمانين حافلة لنقل المسرحين مثلا أو للأطقم الطبية أو العمال يعني ثمانين حافلة ثمانين سائق اللي راود تخل عاود تخل العمل عاود تستأنف العمل كان كثير كان كثير من ثمانين لأنه مثلا خطوط طاويلة أكيد أكثر من خمسمائة كيلومتر لا بد يكونوا فيها سائقين يعني هذه من شروط أمن وسلامة المسافر الركاب نعم يدخل حتى ضمن مخطط ضمن أجندا يعني تعمل على تجسيد فيها مخططات نعمل عليها منذ يعني منذ نشأة المؤسسة كان هناك إجراءات وتعليمات يعني وزارية يعني لازم نتقيدوا بها نفس يعني الإجراءات نعملوا بها ونحن كما يقولون نجابه في الجائحة سيد بن عزود تتفق معي وتوافقني رأيي نقول أننا لسنا بحاجة في كل مرة أن نذكر بهذه التدابير الاحترازية والوقائية عند الدخول مثلا داخل الحافلة لأننا الآن نتعامل مع أطقم طبية والأطقم الطبية نحيي فيهم تجنيدهم في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الوباء بالنسبة لتعاملنا مع الأطقم الطبية أكيد يعني الإجراءات الاحترازية هذه خلاص نس يعني الخاصة لهم كما نقول خلاص والفوها يعني يدخل لازم له البسكسائق لازم له القفازات لازم له الكمامة لازم له المعاقم يعني سعي المعاقم من إجراء هذا يعني يتأخذ كل يعني الإجراءات الاحترازية يعني 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 يطبقها إلى تم يعني وجه شكرا جزيلا سيد خليل بن عزوت تريد أن توجه كلمة في ختام هذا اللقاء الذي جمعنا إنما جمعنا مع ما تقومون به من نشاط وما جنتموه يعني في فف الميدان من أجل تقديم هذه الخدمة للمتواصلة وضمان ديممتها والله يقول نحن المسافرين المواطنين الجزائريين اللي يرأوهم يحبوا انتقلوا ما بين الولايات يعني نفس العامل مرهون بمدى وعي شاب بمدى وعي المواطن بما يحدث يعني كل ما يعني تمسكنا كل ما طبقنا الإجراءات الاحترازية كل ما كانت العودة أسرح وإن شاء الله نقول نحن بالتوفيق لكل زمالة وزاميلات هنا بتلفزيون الجزائري بكل المؤسسات الإعلامية كما قلت نحن نحن جينا يعني باش نعقم هنا إدراكا منا بأن الإعلامي أو الصحوفي معرض الخطر بحكم عامله واحتكاكه مع المواطنين مع الأطقال الطبية مع المرضى نقول إن شاء الله ما يكون غير خير إن شاء الله ما يكون غير خير عليكم وعلينا ويقول على بلادنا بصفة عامة سيد خليل بن عزود مكلف بالاتصال والإعلام بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وصد شكرا جزيلا لك على حضورك في البرنامج والحديث إذن كان بعد عودة هذه المؤسسة إلى الواجهة وإعادة بعثها لأن نشاط تجندته الأخرى من أجل التكفل بنقل الأطقن الطبية والعمال في مختلف المؤسسات الاقتصادية